الأحكام التي أصدرتها العدالة السعودية بحق المتهمين بالقتل يشتم منها رائحة الانتقام من جمال خاشقجي وربما قتله مرة ثانية هي أحكام أولية على ما تقول النيابة العامة وهو قول لتبرير سرية أسماء المحكومين صوريا بالإعدام أو بالسجن ولتبرئة آخرين كما جرت المحاكمات السرية من دون أسماء ومجريات تحقيق المؤكد أن إسمي أحمد عسيري وسعود القحطاني ليس بين أسماء المتهمين وخاب أمل وكالة الاستخبارات الأمريكية بأن يجري تقديمهماك بشي فداء لإنقاذ محمد بن سلمان والمؤكد أن مجمل هذه الأحكام يمكن تسويفها أمام محكمة الاستئناف السرية هي الأخرى حين صدور الأحكام النهائية يوما ما مسؤولان مباشران أدنى من القحطاني هما العقيد ماهر المترب والطبيب الشرعي صالح الطبيقي ربما يثبتان جدارتهما لترهيب مجموعات من الناشطين الذين يطلبهم ابن سلمان للعودة إلى حضن الوطن خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنيس كلمار التي تستند إلى أدلة موثوقة بها لاتهام ابن سلمان تعلق على الأحكام بهذا الاتجاه لكن تعليق وزارة الخارجية التركية يبدو خجولا وتبدو وزارة الخارجية البريطانية أكثر خجلا فالسعودية تضمن شراء حماية ابن سلمان بالمال وصفقات الأسلحة والصفقات السياسية مع إسرائيل والدول الغربية لكن الجرائم الإنسانية تتراكم آثارها ولا تسقط بمرور الزمن وقد يشير إليها الديمقراطيون ضد ترامب وتدل عليها الجمعيات الحقوقية لنصرة اليمن والناشطين السعوديين وهذا غيض من فيض للتصويب على النظام السعودي وإن أفلت ابن سلمان وارتفع إلا كما طار وقع اشتركوا في القناة